اشتركوا في القناة الكواليس ومحدش يعرفو خليكم معايا في الفيديو ده هقولكو كل التفاصيل رمو رئيس زيها زي اي بنت كانت فرحانة بوجود مشروع ارتباط وكسة حب بينها وبين ابن الجران وقعدت سبع سنين لحد ما ربنا قرم ويسري علي قرر يوفي بعد ويخطبها كانت الخطوبة مش اي حاجة كده والسلام لا ده مفاجأة عملت لها وكله كانت مؤامرة من العيلة عليها وتمت الخطوبة لحد ما حصلت الحيرة اللي الجمهور فيها رمو رئيس كانت فرحانة جدا بخطوبتها والاجواء اللي حصلت فيها وقصة الحب والارتباط وفرحة الناس ليها كل ده تمام التمام لحد ما اتفاجئنا ان صورها مع خطبها يسري في الانستجرام مش موجودة وهو كمان مش موجود والفيديو المفاجأة بتاع خطوبتها برضو بخ ما لقلهوش طب ايه الحكاية وده السؤال اللي الجمهور بدأ يردده ويقول يا ترى ايه اللي حصل وراء كل ده هل دي خناقة ولا فركشة الحقيقة لحد دلوقتي مواقف رانا الرئيس من الخطوبة غمض جدا ما طلعت قالت ايه اللي حصل ولا ليه حزفت الصور والكلام على ان الامور مش ولا بد طب الغموط ده اخذها يكون ايه اما ان رانا الرئيس لو ما ارشفها الصور وفيديوهات وترجحها تاني او تطلع تقول كل شيء اسمه نصيب عشان كده قررنا نفك الغموط ده معاكم في الفيديو ده عارفين البنت لما تتفاجئ وهي لسه بتفكر تاخد خطوة الخطوبة ولا لأ وده اللي عارفنا من مصادرنا عن رانا الرئيس انها كانت مترددة في قرر الخطوبة ولكن حصلت المفاجأة مع منشز لبرنامجها وخاطبها لبسها خاتم الخطوبة هي ما كانتش وغده قرر نهائي وبالمناسبة يوم الخطوبة ده كانت فرحانة جدا وعالتها كلها شركتها المفاجأة أمها وابوها واختها واخوها وكله واللي حصل ان بعد مفاجأة البرنامج انها بعد فترة قصيرة عملت حفل خطوبة عادي جدا وتصوروا والأهل والصحاب حضروا كله كان فرحان والأمور طبعية بس برضه بحسب مصادرنا ان منا اخت رانا كانت مشجعاها على خطوة الخطوبة وشايفة ان يوسري شخص كويس وعلشان كده رانا لاقت اللي بيديها رأي ويخليها تكرر فقالت يلا نتخطب وحسب برضه مصادرنا ان مفيش خناقة بين رانا الرئيس وخطبها وكل الحكاية انها قررت تفاركش لكن لسه الموضوع مش رسمي وعشان كده ما أعلنتش وانها رجعت للتردد وعايزة وقت تفكر تكمل ولا لأ ولما تاخد قرارها تقول واستحالة انها تفضل معلقة الموضوع كده وطبعا بنتمنى لرانا الرئيس سعادة في حياتها ايا كان قرارها وربنا يوفقها في اللي جاي ويومنا بقى في التعليقات اي اكتر دور شوفتورنا الرئيس وعجبكم